تذمر كبير أبداه عدد من مواطني قرية ولاد مراح ببلدية فروحة في ولاية معسكر وسبب تولي السلطات المحلية القيامة بأشغال ترميم المدرسة الوحيدة بالمنطقة في وقت يكون فيه تلاميذ داخل أقسامهم دروك الكلاسة اللي بغاوا يدخلوها دروك وانتشوفوها دروك ما ايش واجدة عم يخدمو من فوق الضائق يسموه السطح السطح ماش تعدالة مش يضالة غي يسموه قرمود ما زال حد الآن الخدام الغراوين هم من تحت لداخل في كلاسة والخدامان هم يخدموه من فوق بزاوز يقرق وما يخدموه فوقه كحالوا على الغبرة العجيات بلا ما لا والو هذا المشكل جعل القائمين على المدرسة يرفضون استقبال عدد إضافين من تلاميذ القسم التحذيري لعدم جاهزية الأقسام كل سنة عنا في المركة السجل ستين تلميذ يمركوها بها يقرروا قبضوا ثلاثين وثلاثين ما يمركوهاش والسبب راجع هو القسم كان قسم واحد ما يكفيش أيها المودي اللي يشاف صح هذا ما جاش دار هنا غير العساس ريستقبل فينا من هالدخل راني اندي في الغريان وليوم قالوا كان ستين غريان قبضت علينا غير ثلاثين رئيس بلدية فروحة يقول بخصوص الموضوع إذن هي انطلاقة عرجاء لموسم دراسي بهذه المدرسة يتمنى المواطنون زوالها عما قريب ترجمة نانسي قنقر